السلام عليكم ورحمة الله معاكم دكتور محمد مصطفى حسني الاستاذ واستشارك راحات عزام الاطفال برحب بيكم كلكم في مصر وبرا مصر احنا بنتكلم عن الاصابات والامراض المتعلقة بعزام الاطفال طبعا بنذكر كل المشاركين ونذكر كل الناس الفولوورز احنا الوقت وصلنا لعشرين الف متابع ومشترك على الصفحة بتاعتنا بنذكر استجابتكم بنذكر ردود افعالكم الحقيقة المشجعة جدا نحنا نكمل بيجي لنا استفسارات كتيرة عن امراض كتيرة بنحاول احنا والمساعدين ان شاء الله نحنا نرد على كل اسئلة بتاعتكم في الوقت المناسب نتمنى ان انتم تعذرونا لانا بيجي لنا اسئلة كتيرة من كل العالم العربي للاجابة عن حاجات كتيرة قوي تتعلق بعزام الاطفال الحقيقة صفحة معمولة لنفع الناس يعني صفحة معمولة للتوعية للأهل عشان نبقى فاهمين ايه الصح و ايه الغلط وعشان اي امراض بتعبيرنا بالنسبة لولادنا الناس كلها تبقى متابعانا وتبقى عارفة ايه الصح و ايه الغلط و ايه المعلومات الطبية الصحيحة او الدقيقة في الامراض اللي احنا بنعرف بها هنتكلم النهاردة تاني بناء على طلبكم عن بعض الحاجات المتعلقة بالقدم المخلبية القدم المخلبية او التالبس الكوينوفاوس او كلب فوت هنسبنا من التسمية الانجليزية هنسمع تسمية كتيرة في العالم العربي بنقول عليها القدم المخلبية احيانا القدم الحنفاء احيانا القدم الفدعاء احيانا القدم الفحجاء كمان احيانا والقدم العرجاء احيانا نسبنا من التسمية المهم ان دي اصابة بتحصل كتير جدا ودي يمكن الاصابة الاكثر شيوعا في اعزام الاطفال يعني يمكن من الاكثر الاصابات اللي احنا بنشوفها في اعزام الاطفال في العيادات بتاع تزام الأطفال سواء في الجامعات أو برا الجامعات أو في العيادات الخاصة هنتكلم ببساطة عن شوية نقطة مهمة قوية عشان ما نتخدش والموضوع بالنسبة لنا بأمر ليه بقى بسيط وعشان نعرف إيه الجديد بالنسبة للعلاج بتاع القدم المخلبية الأول هي نوع من الأكثر من الإصابات الأكثر شيوعا يعني دي من الحاجات اللي فعلا من قبيلها كتير جدا يعني أي استشارية أو أساس جراء تزام أطفال مش هيعدي عليهم في العيادة اللي بشوف حالة أو اثنين من الحالات دي فإحنا اللي بشخص المرض ده أو اللي بشخص الحالبية هو دكتور النساء اللي بيولد الحالة واتمنى أن هم يكونوا سامعيننا أو يشوفوا المقاطع بتاعتنا أو يعرفوا إيه الموضوع دكتور الأطفال اللي بيتابع الطفل أول ما يتولد عشان يشافطله ويتأكدا التنفس بتاعه سليم ويتأكد على القلب ويتأكد من الولد الوظائف بتاعته بتاعت الحيوية بتاعته بفضل الله سليمة دكتور الحضانة او دكاترة الاطفال اللي بيوجدين في الحضانات ودول برضو مهمين او ان هم يعرفين ايه الفرق بينها وبين انواع اخرى قد تشابهها في التركيب او التكوين او قد نلخبط بينها وبين بعض عشان برضو الاهل اللي سألونا نبقى عارفين فالحاجات بالنسبة لنا مهم جدا ان الاهل يبقى عارفينها ومهم جدا كمان الدكاترة يرفف يفصلوا اه الانواع من بعضها وايه اللي محتاج علاج على طول ايه اللي ممكن نستنع عليه شوية لغاية ما يخرج من الحضانة طيب ايه بيجي معاها ايه الحقيقة القدم المخلابية بيجي معاها حاجات كتير اوي من الحاجات المنتشرة جدا اللي بيجي معاها القدم المخلابية ان بيجي معانا تهيبس احنا في عضلات الرقبة فنلاقي الطفل عنده عوجاج في الرقبة باصص لناحية واحدة او رقبته في عنده عضلة قصيرة بتخلي الرقبة بالمنظر ده فالوضع ده بيبقى عندنا كتير او بيحصل كتير اوي اللي هو ان احنا نلاقي عوجاج في العضلات في عضلات الرقبة مع القدم المخلابية الوضع الثاني هو الخلق بتاع مفصل الحود او الخلق الراصي مفصل الحود وده برضو من الحالات الكتيرة المصاحبة للقدم المخلبية ولازم نخلي بالنا منه لو لقينا ده لازم نتأكد ان مفيش خلق في الحود ومفيش لو قدر الله قصر في العضلات بتاعت الرقبة فرص حدوثه القدم المخلبية بتحصل عادة في الابحاث برا موجودة بتحصل تقريبا من واحد الى الالف لانها اليومين دول تقريبا بتبقى كتيرة شوية ممكن توصل الواحد الى اثنين في المية في بلد زي مصر صحيح ما عندناس ملفات ولكن في الحتة الجامعات بنتيدي نقيم او بنتيدي نقيس بنلاقي تقريبا انها واحد الى اثنين في المية في الحالات بتاعت الموليد طيب بتبقى موجودة في الجنسين في الزكر يعني في الزكور وفي الاناس صحيح فرصة الزكور بتبقى اعلى 3 الى 2 يعني كل 3 صبيان بيقابلهم اثنين من الاناس عندهم الاصابة فهي بتبقى اكتر حدوثا في الصبيان ولكن ده لا يمنى انها بتحصل كمان في الاناس طيب هل ليها علاقة بالوراثة لا هي الحقيقة مالهاش علاقة بالوراثة ده سأل بتسأله كتير قوي هل ده وراسي طب ده نتيجة حاجة فعالة الام حاجة فعالة الاب لا هو ليس له علاقة بالوراثة وكل النظريات وكل ابحاث الجديدة اثبتت ان الموضوع ليس وراسي يعني من شرط ان انا لو لا اقدر الله كان عندي الاصابة دي تتنقل لولادي او بالشرط ان هي تكون موجودة فلازم تكون موجودة في حد في العيلة ده كلام غير دقيق علميا النظريات والاسباب بنقول ان الكلام ده لسه غير مثبت او غير معلن او منقدر نقول غير مؤكد يعني ما عندناش حقيقة واحدة نقول سبب الموضوع ده ايه سبب القدم المخلبية بيختلف على حسب النظريات بعض الناس بتقول ان هو نتيجة ان جدار الرحم عند الامهات بيكون جامد شوية وبالزاد في الحمل الاول فده بيضغط على الطفل بيخلي الرجل نوعا ما تبقى في وضع واحد او في وضع سابق معظم فترة الحمل اثناء نوجوده في الحوض فده بيخلي القدم بيبقى شكلها قدم مخلبية بعض الناس بتقول ان السائل اللي موجود في الرحم او حوالين المشيمة او موجود مع الطفل جوه بيبقى قليل شوية فده برضو بيوصل للوضع ده من ضمن النظريات بتقول ان الاوتار القابضة للقدم اللي بتخلي المشت يبص الجوه بتبقى صيرة شوية والاوتار الباسطة بتبقى طويلة شوية فده برضو بيوصلنا للوضع ده بعض النظريات بتقول ان التغذية العصبية او التغذية بتاعت الدورة الدموية او الشرائيل اللي موجودة في الباطن او في جزء الانسي من القدم بتكون اقل شوية في الجهة الوحشية من القدم وده بيودينا الاصابة دي مايفرقش معانا يفرق معانا ان احنا نشخص كويس علشان باذن الله نعالج صح حشان نوصل نتيجة باذن الله كويس الوصف التشريحي للقدم وابتدي احركها انا كدكتور او كابا او كامل بنتدي نحرك الرجل يعادة لو تخيلنا نجي السياق بتاعت الطفل وده المشت او ده الادم بتاعه بيبقى باصص ناحية الوش يعني الادم مش كده زي الخلقة وباصص ناحية تحت ناحية الارض لو حاولنا نبقى بصين الولد رأسه ورجله وكده رجلية تبقى تحت لأ في الحقيقة بتبقى رجلية عاملة كده ملفوفة جامد جدا وبص ناحية وشه او بص ناحية الركبة او بص ناحية الحوض من فوق لو بصينا الادم بنقسمها مقدمة القدم والقدم الوسطى والقدم الخلفية اللي هي بيبقى كعب الرجل بنقسمها لتلت اجزاء الوضع ان الرجل بتبقى واخدة الوضع ده في الحقيقة احنا لما عملنا اشاعات برانين واشاعات متقدمة وابحاث جديدة بالنسبة للحالات دي تلاقينا ان العظم نفسه داخل القدم بيكون توزيعه غير دقيق وغير صحيح بما في علاقة غير طبيعية بين العظيمات الصغيرة بنلاقي ان الاربطة اللي وصلة بين العظيمات الصغيرة دي كمان بيكون ترتبها مش طبيعي ووصلها بيكون ببعض مش طبيعي وده بيدينا المنظر النهائي بتاع القدم اللي هي المخلبية او القدم الحنفاء او القدم زي ما قلنا المسميات العرب بتاعتها الفدعاء او الفحجاء او غيره طيب ده فيما يتعلق بالوصف التشريحي للقدم طيب النهاية بتبقى النهاية بتبقى ان القدم عندي واخدة الوضع ده وما بيتمش رجوعها بسهولة يعني لو انا لقيت الطفل رجلي ممكن تكون عاملة كده نتيجة الوضع الجنيني او الوضع في الرحم ببساطة بحرك الرجل اللي قيتها بتتحرك يبقى ديك مش القدم بتاعتنا اللي احنا بندور عليها دي مش القدم المخلبية اللي محتاجة علاج مباشر صحيح ممكن نروح للدكتور بتاع النساء او بتاع الاطفال او الدكتور اللي مولدني او الدكتور بتاع الحضانة او دكتور عزام الاطفال اتأكد منه ان دية مش القدم المخلابية اللي محتاجة علاج مباشر او علاج سريع بان انا ببساطة احرك الرجل او ان انا استشير الدكتور لو انا قلانة او حسن انها مش طبيعية او الحركة فيها مش بسيطة نقدر نفرق عن الانواع اللي بتيجي لان في عندنا اصابات من القدم المخلابية بيجي معها حاجات تانية كتير قوي زي ان يكون عندنا تيبس عام في العضلات زي ان يكون عندنا ضمور في مراكز الحركة في المخون نخلي بقالنا من الامراض دي بس الامراض دي عادة ما بيكونش معاها قدم مخلابية بس الامراض دي عادة بيكون معاها اصابات كتير في حتة كتير في الجسم في الايدين او في الرجلين او في الوسطى او في الحوض او في العبود الفقري احيانا فديد بيبقى ان احنا نفرقها سهل اوي فالاصابة بتاعة القدم المخلابية ممكن يكون شكل القدم مش طبيعي ولكن بقيت الجسم طبيعي وبكده نعرف انها الاديوباسك اللي احنا بنتكلم عليها او النوع اللي هو الوارد الحدوث او النوع اللي هو كسير الحدوث. ودل انا بتكلم عليه المهاردة. القصة تانية خالص معلاج متختلف خالص. قدم المخلابة collar. وعندهوش اي حاجة فيما عدا البنض يستطيع ان يكونوا قسيحة تانية. عليها ودي اللي احنا عايزين نشخصها بدري ببساطة شديدة القدم متيبسة في هذا الوضع ولا يتنب تصلحها بسهولة بحاول اخدها للناحية التانية ما بتتحركش وثبتة في هذا الوضع قد تكون موجودة في ناحية واحدة على فكرة وقد تحدث الاصابة في ناحيتين اتنين يعني اصابة عادة في الاطفال بنلاقيها في الغالب بتبقى موجودة في الرجل اليمين ورجل الشمال بس ده لا يمنع ان عندنا بعض الاطفال عشرين او تلاتين في المية يعني كل عشر اطفال عندهم اصابة من هذا النوع بيبقى منهم اتنين او تلاتة ممكن يبقى عندهم اصابة في رجلة واحدة مش لازم تكون في الرجلين الاثنين طبعا بتتشخص عن طريق ان احنا الدكتور يشخصها سواء دكتور النساء دكتور الاطفال دكتور الحضانة او دكتور استشاري عزام الاطفال بيبدأ العلاج فور التشخيص يعني احنا دي معلومة مهمة جدا لازم الطفل يتعالج في نفس اليوم اللي بتولد فيه تقريبا يعني لو عرفت ان الطفل عنده قدم مخلابية لازم اعالجه في ساعتها لو كان في حضانة بيتعالج في الحضانة لو كان خرج من الحضانة او الولد طبيعي ولا يحتاج لدخول ما عندوش صفرة الامور طبيعية رجع البيت خرج من البيت لازم الطفل يتعالج باصرع وقت ممكن ودي لازم نكون تفهمينها قوي بتشخيص كل ما كان مبكر كل ما كان احسن وكل ما كان باذن الله نتيجة العلاج ان شاء الله مبشرة وباذن الله بنوصل بالقدم دي لوظيفة طبيعية تماما والطفل بيقدر يمارس حياة طبيعية تماما وبيمشي في وقته ده السؤال اللي بنتسأله كتير برضو يعني حيمشي طبيعي باذن الله حيمشي طبيعي حيمارس كل انواع الرياضة حيايش حياة طبيعية جدا وحيقدر بأمر الله يدخل الجيش ويدخل الشرطة ويدخل كليات حربية وعسكرية لو حب ما عندناش اي اعاقة من اي نوع في الاطفال اللي بيعندوهم قدم مخلابية وتمع علاجها بطريع سيحها في السن المبكرة ده كان الجزء الاول اتكلمنا فيه عن التعريف اتكلمنا فيه عن الحالات المصاحبة اللي بتحصل في القدم المخلابية التسمية العربية في بلاد كتير عربية لان بيجي لنا اسئلة عن القدم ممكن يكون مسمياتها العربية مختلفة بالفصحة او بالعاملية اتكلمنا عن الجنس والوراثة وانها مش حاجة وراثية اتكلمنا عن الشكل بتاع العظم والترتيب بتاعه داخل القدم والارائش الصغيرة اللي بتكون مترتبة في العظيمات بتاعت القدم وان العلاقة بتكون غير طبعية بينها وبين بعضها وان الاربطة كمان بيكون فيها مشاكل اتكلمنا عن ان دي حاجة بتبقى متيبسة وليست سهلة الحركة عشان تسحل علينا التشخيص اتكلمنا عن الحالات المصاحبة المرضية اللي ممكن تكون موجودة معاها القدم المخلابية واتكلمنا عن العلاج انه يكون مبكر في مثل هذه الحالات ان شاء الله في جزء التاني ان شاء الله احنا اتكلم عن طرق العلاج الحديثة ازاي الجبس كان بيتعمل زمان ازاي بيتعمل دلوقتي ازاي بنعمل الجبس اصلا للدكاترة بتاعنا و للنواد بتاعنا و للمساعدين عشان يفاهمين احنا بنعمل الكلام ده ازاي عدد مرات الجبس المفروض يكون قديه لان احنا بيجرنا حالات كتير اوى عملة 13 او 14 مرة جبس ده غير طبيع وغير منطقي بنتدخل احنا جراحيا في بعض الحالات ان احنا نعمل مش تدخل جراحي بنسمي اللي هو التطويل الوطر اكيلس في بعض الحالات بنحتاجها وحنتكلم عليه بالتفصيل لو معلجناش الطفل بيبشكله ايه الحالات المداخرة بيبشكل لها ايه الانتكاسات بتحصل امتى وسببها ايه هل حنلبس حزاء ولا مش حنلبس الدينيس براون او الحزاء او الجبيرة بتبقى شكلها ايه هل الطفل بيحتاجها لعمرة قدية محتاج متابعة لسنة قدية بيحتاجها لك طبيعة ولا لا كل دي اسئلة هنجاوب عليها بازن الله في الجزء التاني اتمنى ان انتم تتابعونا كان معاكم دكتور محمد مصطفى حسني استاذ جراحات العظام الاطفال اه اتمنى يكون افدتوكم النهاردة واتمنى ان نستقبل اسئلتكم وان احنا بامر اللي عدد المشاركين بتوان على الصفحة والمتابعين ان شاء الله يزيدوا هنجاوب على كل اسئلة وحنجاوب على كل امراض وحنتكلم عن كل حاجة في المعاكم بازن الله في الفترات اللي جاية نشوفكم بالف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وربنا يحفظ ولادنا كلهم بازن الله بالف خير السلام عليكم